يرتقب أن يمر على طول ساحل الغرب الإفريقية وصولا إلى أوروبا عبر المغرب هو مشروع خط أنبوب الغازة الإفريقية الأطلسيني جيليا المغرب محطة فارقة في مسار التنمية بقارتنا الإفريقية ورافعة استراتيجية للاندماج الإقليمية لدول غرب إفريقيا وهذا المشروع طموح كان ضمن محاور المحادثة الهاتفية التي أجراها بالأمس جلالة الملك محمد السادس مع الرئيس النيجيري ودعوة وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس النيجيري للقيام بزيارة رسمية للمغرب سيتم تحديد تواريخها عبر القنوات الديبلوماسية المحادثة الهاتفية التي أجراها جلالته مع الرئيس النيجيري تناولت أيضا الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين رباطي وأبوجة خلال السنوات الماضية